من جانبها أعلنت قيادة العمليات المشتركة أعداد خطة لتأمين الحدود مع تركيا لافتة إلى أنه لأول مرتين تم رفع العلام العراقي على الحدود الفاصلة مع تركيا وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي أن نائب قائد العمليات مع قائد حرس الحدود والبشمرقة قاموا بزيارة مهمة للحدود لبلحظة ومشاهدة الثغرات الموجودة في خط الصفر الفاصل بيننا وبين تركيا وأكد أن هناك تعاون كبير مع قوات البشمرقة في جميع المجالات الأمنية وهو تقدم كبير ملموس ترجمة نانسي قنقر